سؤال الأول هل تعبدون ثلاثة آلهة ما هو الجواب الجواب بكل بساطة لا نعبد ثلاثة آلهة المسيحيون لا يعبدون ثلاثة آلهة بل نعبد الإله الواحد ولكن هذا الواحد هو الله الواحد الجامع بذاته وكلمته وروحه لا نعبد ثلاثة آلهة نعبد إله واحد لكن هذا الإله الواحد معرف كالتالي بذاته وكلمته وروحه إذن المسيحيون لا يؤمنون بثلاثة آلهة منفردة كل إله على حدة لا يؤمنون بإله واحد كينونته كينونة هذا الإله تجمع ثلاثة يسمونها آقانيم ممكن تسميها تجمع الآب الله وكلمته وروحه تجمع الله وكلمته وروحه الكلمة هو المسيح والروح هو روح الله القدوس هل عندي أي دليل على هذا الكلام يعني طبعا الآيات كثيرة ونظرا لأنه سنتطرق لعشرة أسئلة لازم نختصر فإذن الآية التي سأريدها في سأضعها في هذه الحلقة لكن ممكن الرجوع لآيات أخرى هي الرب إلهنا رب واحد هذه الآية دليل على أن المسيحيين اعتقدوا عبر العصور من تاريخ المسيحية أو الإنجيل مرقص من أوائل الأناجيل التي كتبت يقال أنه أول إنجيل كتب إذن من بداية المسيحية إلى اليوم الاعتقاد الموجود لدى المسيحيين الرب إلهنا رب واحد هذا العنوان لكن في التفاصيل هذا الرب معرف كالآتي أين الدليل؟ أيضا في الإنجيل مش يعني المسيحيون لم يأتوا بعقائد خارج الكتاب المقدس وأدخلوها في الكتاب المقدس هم انطلقوا من الإنجيل الدليل الثاني على أن هناك تفاصيل نعرف بها هذا الإله السيد المسيح قال فاذهبوا وتلمدوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس إذن بهاتين الآيتين نكون قد تحدثنا عن الوحدانية وتحدثنا عن تفاصيل هذه الوحدانية أنها واحدة جامعة للآب والابن والروح القدس المسيحيون لا يعتقدون بثلاثة آلهة إنما يعتقدون بإله واحد معرف بأنه آب وابن وروح قدس لكن الثالوت القرآني أو الخلفية التي تجعل المسلم يسأل هذا السؤال هو ما تعلمه من القرآن والثالوت القرآني لا علاقة له بالمفهوم المسيحي للثالوت المفهوم المسيحي آب وابن وروح قدس إله واحد لكن الثالوت القرآني يتحدث عن الله وأنه تعال جد ربنا كما تقول هذه الآية في سورة الجن ما اتخذ صاحبة ولا ولد أنه تعال والصاحبة والولد الله وصاحبة مريم ثم الولد عيسى هذا الثالوت لا يعتقد به المسيحيون على الإطلاع وأيضا في سورة الأنعام يقول بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد يعني كيف يكون له ولد وهو لم تكن له صاحبة أصلا يعني كيف يعقل أن الله عنده ولد وهو لم تكن له صاحبة إذن التصور القرآني يضع هذا الثالوت في إطار الله لديه صاحبة وصر لهم ولد طبعا القرآن لم يعترض على الإطلاق على الثالوت المسيحي أو الوحدانية الجامعة المسيحية لم يعترض ولا في آية وحدة عن مفهوم المسيحيين عن الله لم يقول يا أيها المسيحيون لماذا تعبدون الآب والابن والروح القدس بل كذا وكذا لم يرد عليهم ولا في آية وحدة على هذا الثالوت معناه أنه لم يكن يتصور صاحب القرآن أن هناك ثالوت آخر بل تحدث عن ثالوت لا علاقة له بالعقيدة المسيحية التي آمن بها المسيحيون عبر العصور كما رأينا من القرن الأول الميلادي إذن المسيحيون ليسوا بمشركين المسيحيون لا يعبدون ثلاثة آلهة لم يضعوا إله إلى جانب إله إلى جانب إله آخر إنما آمنوا بإله واحد معرف بأنه الله وكلمته وروحه ترجمة نانسي قنقر